اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والبداية بالعناوين بعد نحو 12 عاما العلاقة بين اليمن وارتيريا تشهد توترا من جديد بسبب انعدامها نساء في حجة يبادرنا بصناعة ملابس وقائية للاطباء ومن اخبارنا المنوعة ناسا توقع عقد بناء شقة سكنية في الفضاء فمن سكانها يقول الموقع بوست في تقرير خاص عن العلاقة بين اليمن ودولة ارتيريا تشهد توترا من خلال استمرار تصعيد الاخيرة الامر الذي يبعث على كثير من التساؤلات نظرا لتزامن ما يجري مع الوضع المضطرب الذي تعيشه البلاد وكانت قوات ارتيريا اقدمت على دخول المياه الاقليمية اليمنية مقتربة من سواحل مديرية الخوخة في الحديدة اعقب ذلك الحديث عن احتجاز قوات وصيادين من قبل الطرفين اليمن مع ارتيريا تنازعتها على جزر حنيش الواقعة في البحر الاحمر وحدث قتال بين البلدين عليها عام 1995 لأيام قليلة انتهى بعد ان حكمت المحكمة الدولية بملكية الجزر لليمن عام 1998 وخلال الازمة الحالية تدخلت الامارات للافراج عن سبعة عسكريين من البحرية الارتيرية ونجحت في ذلك للامارات بعض النفوذ في ارتيريا حيث تمتلك فيها قاعدة عسكرية ويرتبط اسمها كثيرا بسجن عصب هناك الذي تتردد انباء حول حدوث وفيات اليمنين فيه المحلل السياسي محمد الغابري قال انه اذا كان لارتيريا طموح في التوسع على حساب اليمن فانها فرصة مواتية حيث الدولة الشبه غائبة وتتحكم فيها ميليشيات وتحالف لكن راجح ان ارتيريا ليست صاحبة قرار وهناك من يقف وراءها يضيف الغابري الذي اتهم ايضا الامارات بالوقوف وراء سلوك ارتيريا وذلك بهدف زيادة الضغط على الشرعية اليمنية وتشتيت الانظار كي تتفرغ ابو ظبي لجزيرة سوقطران في اليمن طبيب يبحث عن افقر المرضى تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوبون الفرنسية مقالا خاص عن الطبيب اليمني الذي يقدم المشورة الطبية في الشوارع وقد ترجم المقال لصالح قناة بلقيس وجاء فيه في اليمن البلد الذي مزقته الحرب ويواجه الان وباء كوفي 19 يتجول طبيب في صنعاء بالسيارة لعلاج افقر الناس وهي لفتة رحب بها على الشبكات الاجتماعية اوقفني ان كنت تريد استشارة طبية على النافذة الخلفية لسيارة ذات الدفع الرباعي وضع الدكتور سامي يحيى الحاج ملسقا للاشارة الى انه يقدم استشارات طبية مجانية بجانبها صورة مرسومة تمثله بلحيته ونظاراته مربعة بينما يقدم النصايح والوصفات للفقراء في العاصمة يستمر هاتفه في تلقي الرسائل والمكالمات من المرضى الذين يحاولون شرح اعراضهم له يقول الحاج انه بدأ في تقديم استشارات مجانية على الشبكات الاجتماعية لكنه قرر المضي قدما للوصول الى اولئك الذين ليس لديهم امكانية الوصول الى الانترنت وصرح لوكالة فرانس بريس فكرت بالفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون الحصول على مشورة طبية او ليس لديهم المال لفحصه يضاف وباء كوفي 19 الى اسوأ ازمة انسانية في العالم وفقا للامم المتحدة بعد اكثر من نصف عقد من الحرب بين الحكومة والمتمردين الحوثيين والتي خلفت عشرات الالاف من القتلى في البلد معظمهم من المدنيين ادى الصراع الى تشريد نحو اربعة ملايين شخص وتعرض الكثير لسوء التغذية والامراض في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون يلوح رجل للدكتور الحاج من سيارته ويطلب منه التوقف يصرخ الرجل زوجته تعاني منذ اسبوع او اسبوعين فيطلب منه الطبيب التوقف لاجراء نقاش بسيط وبعد استشارة مرتجلة على جانب الطريق يصف الدكتور الحاج لزوجة الرجل الفيتامينات بعد مطالبات عدة لحل مشكلة العالقين في منفذ الوديعة بالحدود اليمنية السعودية وجهت اللجنة العليا للطوارئ ادارة منفذ الوديعة البري بحسب المصدر اونلاين وجهت السماح للعالقين المتواجدين في محافظة شرورة السعودية بالعبور الى الاراضي اليمنية دون فحص البي سي ار والاكتفاء بالفحص الحراري جاء ذلك في مذكرة وجه سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا الى مدير عام ميناء الوديعة البري اوضحت المذكرة انه في ضوء التفاهمات والتنسيق مع رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والصحة يتم اجراء الفحص الحراري للعالقين في محافظة شرورة الحدودية لحل الوضع الصعب الذي يمرون به وبصورة استثنائية وبمجاب المذكرة فان اي من العالقين ممن كانت درجة حرارته مرتفعة يأخذ عليه التزام بحجر نفسه في منزله لمدة 14 يوما وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية وكانت اللجنة قد اشترطت في وقت سابق ان يحصل العالقين في الخارج على فحص البي سي ار يؤكد عدم اصابتهم بفيروس كورونا لكن شكاوى العالقين من غلاء سعر الفحص دفع السلطات الى تشكيل لجان تحقيق والبحث عن معالجات عاجلة لمشاكل العالقين في منطقة شرورة نقل موقع قناة بلقيس عن الامم المتحدة اعلانها ان نسبة وفيات فيروس كورونا في اليمن تقترب من 25% من حالات الاصابة وضح بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشهر الانسانية في اليمن ان معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق وبلغ 24% ولفت البيان الى ان اكثر من 75% من الحالات المؤكدة هم رجال واشخاص في الفئة العمرية ما بين 45 و 59 عام يضيف الموقع ان محافظة عدن هي الاولى في انتشار كورونا حيث تم الابلاغ عن 130 حالة تليها حضر موت ب126 حالة التقارير كما يصف الموقع تواصل الاشارة الى ان مئات الاشخاص في البلاد يموتون باعراض تشبه كورونا التاريخ ومتاهة الروايات البديلة تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا في العصور الاستعمارية كان الاستعمار احتلال اراضي واستنزاف ثروات الى حد بلغ المتاجرة بالاهالي اعتبارهم ثروات بلا ارواح فتحولوا الى عبيد يباعون ويشترون اعترفت الدول بهذه الحقيقة وان ظهرت بشكل مبكر روايات بديلة فاصبح الاستعمار تمدينا للشعوب المتخلفة وتخليصا لها من وثنيتها وارشادها الى الدين الصحيح نجحت بعض الجهود في الكشف عن زيفها وكانت محدودة بفضل استعمار عن التنصير لا سيما وان الهدايا كانت تقوم بها كنائس تنشد العمل الصالح تهدف الرواية البديلة الى الحلول محل الرواية الاصلية وهي رواية واقعية نسجتها الوقائع والشهود والوثائق اذا لم تفلح محاولات تسويق الرواية البديلة فقد تنجح بالتشكيك بالاصلية بحيث تبقى كلتا هما معلقة عرضة للاخذ والرد من المؤرخين اختلاق رواية مزورة يحيلنا ايضا الى ما يبدو بحثا تاريخيا بالاعتماد على وثائق عثيرة عليها او نفذ الغبار عنها او شهود ظهروا مؤخرا انها منهج دعائي يجمع بين زرع الشك وخلخلة اليقين وتحريض الرغبة لدى البشر في طي صفحة الحقائق المزعجة ونسيانها لنقتضى الامر تعتبر الروايات البديلة التي تنجو اليها الحكومات وتعمل على تشجيع كتابها الموالين لها على الدفاع عنها ليست مجرد اعدام للتاريخ فحسب انها تمثل في زمننا قضية اخلاقية عالمية بمنع مناقشة ما تجأ اليه الدول من وسائل لتحقيق مطامع اقليمية وتموحات امبراطورية وتذرع بروايات تدعم احلامها التوسعية او تميزها عن غيرها وربما كان في اصلاح اخلاق الحكومات ما قد يفلح مع الدول الديمقراطية اما دكتاتورية التي بلا ضمير فلا جدوى من اي جدل اخلاقي معها لا خيار اخر امام اليمنين غير حماية صحتهم بانفسهم وسط تحذيرات من سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد في بلد انهكته الحرب والازمات في محافظة حجة تقول صحيفة العرب الجديد انطلقت مبادرات نسائية لصناعة الكمامات والمعاقمات وتوزيعها في مديرية مبيان الريفية التابعة لمحافظة حجة اطلقت عدد من النساء مبادرة لصناعة الكمامات الطبية وبدلت الوقاية الشخصية للتواقم الصحية لتوزيعها مجانا لا سيما بعدما رفضت بعضها استقبال الحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس رئيسة المبادرة امنة صلاح قالت ان انتشار كورونا دفعها وزميلاتها الى التفكير فيما يمكن تقديمه للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين تضيف ان مبادرة صناعة الكمامات وملابس العز ليست خدمة للمجتمع فقط بل انها تحميها وافراد عيلتها ايضا ولان الكمامات هي من اهم وسائل الوقاية من كورونا بدأنا العمل على انتاجها لتوزيعها مجانا وخلال ثلاثة ايام فقط انتجنا نحو ثلاثمائة وثمانين كمامة مشيرتان الى انها والمتطوعات في فريقها حرصنا على ان تكون الكمامات مطابقة للمواصفات الطبية وتساهم في منع انتقال المرض اعلنت وكالة الفضاء الامريكية ناسا انها وقعت مع شركة اوربيتال ساينس كوربيريشن عقدا لبناء وحدة سكنية لمشروع محطة جيت واي التي ستحلق في مدار القمر ويعنون موقع روسيا اليوم الذي نشر الخبر ناسا توقع عقدا لانشاء وحدة سكنية للمحطة القمرية وتفيد الوكالة بان قيمة العقد مئة وسبعة وثمانين مليون دولار وتتضمن تصميم الوحدة السكنية واللوجستية هالو للمحطة على ان يعرض التصميم قبل نهاية السنة الحالية وستكون هالو مقر اقامة طاقم رواد الفضاء عند وصولهم الى محطة جيت واي ومن المنتظر ان تكون ابعاد الوحدة السكنية مماثلة لابعاد شقة استيديو وتشكل مع المركبة الفضائية اوريون بيئة صالحة للسكن للبشر وسوف تصبح تفاصيل المشروع واضحة بعد ان توافق ناسا على التصميم وكانت ادارة ترامب قد اعلنت في وقت سابق عن خطط لاستئناف الرحلات الى القمر بحلول عام الفين واربع وعشرين واطلق على برنامج القمر الجديد ارتمس تيمنا بآلهة الخصوبة والقمر اليونانية الاخت التوأم للاله بولو الذي اطلق اسمه على اول برنامج امريكي لاستكشاف القمر وتضمن هبوط رواد الفضاء ست مرات على سطح القمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تحت عنوان امريكا ما قبل مقتل بوليد كتب اسام الرشيدي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد الذي قال فيه بعد اندلاع المظاهرات الحاشدة في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل المواطن جورج فلويد على يد ضابط شرطة قارن كثيرون بين تعامل الرئيس دولاند ترامب مع تلك الاحتجاجات وتعامل الزعماء العرب في اثناء ثورات الربيع العربي وبعدها من قبيل اتهامه جهات خارجية بالوقوف وراء تنظيم المظاهرات ومحاولة تشويه المتظاهرين واتهامهم بتطرف وطلبه من حكام الولايات سحق الاحتجاجات بالقوة بالاضافة الى نفي البانتاجون وزارة الدفاع مشاركة الحرس الوطني الموجود في العاصمة واشنطن في اطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المحتجين وهو ما يعيدنا الى روايات الطرف الثالث التي لجأت اليها الانظمة العربية لنفي مسؤوليتها عن قتل المتظاهرين تلك الملاحظات في محلها وعلى الرغم من ان امريكا لا تزال دولة مؤسسات ولا يزال الرئيس يتعرض لاشد موجات النقد والمساءلة من الكونغرس والصحافة والمجتمع المدني والمعارضة بشكل عام الا ان تلك المقارنة بزعماء العالم الثالث تبدو متأخرة بعض الشيء اذ شهدت الاشهر الماضية تصرفات قام بها ترامب توضح مؤشرات عديدة الضرر الذي الحقه الرئيس بالمؤسسات الامريكية وتحويل بلاده الى نسخة من دول العالم الثالث حتى وصلنا الى هذا المشهد الذي يكاد يقرب البلاد من الحرب الاهلية تصرفات اخرى منوعة اوضحت رغبة ترامب في تقليد زعماء دول العالم الثالث مثل اعرابه عن امنياته بالغاء تحديد فترات الرئاسة في بلاده ليستمر حاكما مدى الحياة مثل ما فعل الرئيس الصيني شيغين بينغ وتصريحه قبل انتخابه انه لن يقبل بنتجة الانتخابات الا اذا فاز فيها وتحديده بسجن منافسته كما كشفت مجالات بيلياتيكو قبل عامين ان جدول اعمال ترامب اليومي يوضح وجود اوقات فراغ كثيرة تعادل ثلاثة اضعاف وقت العمل ما يسمح له بفعل ما يريده مثل التغريد ومتابعة التلفاز والحديث مع اصدقائه واخيرا حرص ترامب على التوقيع باسمه على الشيكات التي وزعتها الحكومة على المواطنين ضمن برنامج المساعدات المخصص لمواجهة تداعيات كورونا بعد انكار طويل منه وجود فيروس من الاساس نذهب الى صحيفة الجارديان لنطلع على مكتب مقال للكاتب جوشا فيروسامي يخلص فيه لان مناهضة العنصرية تحتاج الى انخراط شخصي في الحركة ضدها وفهم حقيقة ان انهاء العنصرية يحتاج الى تحول في الاطار السياسي ويقول فيروسامي ان التصنيفات العرقية سهلت الفتوحات الاستعمارية والاستعباد وانظمات العمل الاستغلالية وكلها محركات للرأسمالية مضيفا ان النظام السياسي والاقتصادين الاقتصاد العالمي يعتمد اليوم على توفر قوى عاملة رخيصة وغير رسمية وحرب امبريالية وعدم مساواة في التحصيل العلمي والاجور والاسكان والرعاية الصحية ويضيف لهذه الاسباب فان جميع الحركات الجماهيرية المناهضة للعنصرية الجديرة بالاهتمام تقريبا وقال التقرير انه يجب ان لا يكون هناك ملل في سبيل انهاء العنصرية الجدر والفروع يعني انهاء نظام اقتصادي عالمي قائم عليها مناهضة العنصرية هي معادلة الرأسمالية والعكس صحيح كذلك يعتبر الكاتب ان مواجهة العنصرية هي الكفاح من اجل بناء حركة جماهيرية مناهضة لها في مكان العمل والشارع والمجتمع في صحيفة التايمز يسرد تقرير معتبره تأثيرات فيروس كورونا على حياتنا بعدما قال انه من المرجح ان ينتشر كوفيد 19 في المجتمع لعقود ويتوقع كاتب التقرير غير جازب ان يكون المستقبل من دون مصافحة وساعات دروة حيث يسبق زيارة الاجداد بالشكل روتيني فحص طبي تشخيصي يضيف التقرير الذي ترجم لصالح موقع البي بي سي قد لا نتصفح الكتب بعد الآن او نتمكن من فحص الافوكادو باللمس بالايدي قبل الشراء قد تأتي الابواب بدون مقابض يدوية قد يكون المقعد الاوسط في الطائرة شيئا من الماضي ويلفت لانه منذ بدأة الازمة اصبحنا اكثر اعتمادا على التكنولوجيا واسرع مما كان يمكن لأي شخص ان يتخيله وقد اتسعت الفجوة بين اولئك الذين يمكنهم اتقان التكنولوجيا وتحمل كلفتها وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك ويشير الكاتب الان الفيروس عاد اثارة انقسامات قديمة لن تلتأم بسرعة بين الطبقات والاجيال والانقسام العميق في المجتمع بين المدينة والريف رسم فنان مجهول الهوية صورة للمواطن الامريكي جورج بلويد الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الامريكية على جدار الفصل الاسرائيلي في مدينة بيت لحم جنوب الضفاء الغربية المحتلة كرسالة تضامن من الشعب الفلسطيني المضطهد للمضطهدين في الولايات المتحدة الامريكية صحيفة القدس العربي نشرت هذه الصور نتابعنا محمد ترجمة نانسي قنقر عدد من رسوم الكركاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكركاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم شكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر